رحبوا معي بالنجم الرياضي الكابتن نور صبري ما شاء الله مرحبا هلو كابتن حبيبي أهلا وسهلا حبيبي أهلا وسهلا أنا قلت لك شفوفوا طوبة جايبوا موجودات حبيبي أهلا وسهلا ماشاء الله ماشاء الله يا با شفتوا لاعب الملاعب يلعبوا إيده على جرح هذا لاعبنا العراقي من المآسيجا فرحة جيب القول جيبه جيب القول جيبه حبيبي نورتني سهلا بك الله يخليك طبعا هذه الأغنية أغنية طبعا شوفوا نسي يعني جسمي كذبة لأن دائما هذه الأغنية ذكرنا بالنجازات الرياضية وأنتو من رسمت الفرحة على كل الوجوه العراقيين بداية طبعا سعيد بتواجزي معاك أولا أنت أخي عزيزو هالي ودائما ما نفرح بكل نجاحاتك وسعيدة دائما تواجزي على شاشة الأم بيسي عراق المتميزة طبعا تحية للجمهور حبيبي نحن سعيدين بك الله يخليك وإذا نتكلم عن الناشيد الوطنية أو الأغانية الرياضية بالتحديد هي طبعا يعني انتقالة بعد ما حقق المنتخب العراقي كأس آسيا صارت انتقالة كبيرة بهذا الموضوع أكيد كان يعني كان هي محددة أو مبسطة دائما لكل المنتخبات لكن مع فريق 2007 الجميع قام يجتهد من أجل أنه تكون هناك أنشودة مميزة يعني كل الفناني نعم والمطربين الكبار أيضا هذا قليل يعني بالضبط فهي كانت انتقالة بهذا الموضوع أنتو داخل الملعب أو بالاستراحة يعني أو بالسيارة من تروحون تغنونها إلى غانية بالسيارة طبعا بالسيارة بعد قبل المباراة أي أو بعد المباراة خاصة ما تكون المبارايات شوية بيها مثلا يعني قلق قلق يعني نتيجتها مقلقة أو الجمهور ينتظرها من لشان هو الليدر هو المطرب الفريق والله واعي احنا مرات نشوف اللاعبين نتصرف تصرفات داخل الباس خاصة لما نشوف يوجد قلق ما بين اللاعبين فيضطر واحد من اللاعبين يضطر واحد من اللاعبين اللي قادر على أنه يغير مود الباس لأنه تدري هذا هدوء لأنه تركيز يكون فنغير من مود من لشان بالضبط طبعا عندنا الكابتن جاسم محمد غلام هو كان الليدر اكيد لأكيد نشأت وآني وعلي رحمه ومحمد قاصد أسماء كثيرة لا نخصصها لأنه الكل بلحظة ينتفض من مكانه من أجل أنه يغير أذكر على السريع في بطولة آسيا هي هذه كنا عاملين حالة غريبة داخل كل مباراة ندخلها قبل المباراة قبل المنزع أذكر مباراة نهائية كان المدرب فييرا يترك المنزع غرفة الملابس يطلع بره يخلينا تقريبا نص ساعة الكل يسمع ما نتوي من أغاني وهذه اللوكرات كلها تتكسر وكل يسعد على المساطب اللي يرقص اللي يعبر تدري هذا مرات سيدل التوتر بالضبط نص ساعة ويدخل بعد يقولون خلوهم براحة توم ويدخلها أذكر قبل كل مباراة هل